مش ده? اي مما اليه يستخدم عند زراعة الانسجة. حين الخلاق البرانشمية الساعتها ليه? لان هي الوحيدة الحية. البقين دول. كلهم خلاق غر حية اصلا. خلاق الانبيو الغربالية دي فيها خلاق سكرارانشمية ولوات الخشب سكرارانشمية. فكلهم في الاخر خلاق غر حية. هتزرع خلاق غر حية. طب معنى ان هي غير حية يعني ما فيهش مادة ورسية ما فيهش. دي ان ايه? وبالتالي اخلت بشرط ان اللي انت تزرعه لازم يحتوي على المادة الوراثية ايه كاملة فكلهم مفهومش مادة وراثية اصلا. ايه تاني? سؤال سبعة وعشرين. سبعة وعشرين بيقولك ده حلينه برضه. ولا محلنهوش لا. في حالة التكاثر الجنسي لنحل العسل لما يتجوز تحصل الشغالات على الشغالة دي. بص تعال اقول لكم على شوات ملاحظات مهمة جدا. اه على التورة البكري قبل ما نحل. بص يا سيدي. انا هعمل مقارنة دلوقتي بين نحل العسل نحل عسل وحشرة من. ماشي? جواز ولا توالد بكري? ركزوا في المقارنة دي. انا لو نحل عسل او نحل عسل اتجوزنا هنخلف ايه? ولاد ولا بنات? بنات بس ممكن يبقوا ايه? ملكات او? او? او شغالات. جنبة بتوع حشرة المان لما بيتجوزوا يجيبوا اناث او ذكور ولاد او بنات. مين الاسرة اللي اتعايرت تانية? الحشرة المان. هتقول لها انتو انتو كلكم حتى البنات ده انتو كلكم حتى بتتنمروا على نفسكم. ما علينا. ما فيش حد المفروض دي عاير حد. بس بمفهوم مصري يعني حقير. الاسرة دي عندها ولاد وبنات وتعاير دي اللي عندها بنات بس. معيني كلفة البنات انضف من ولاد مئة مرة الايام دي. طيب. التولد البكري نحل العسل بيجيب ايه? زكور بس. زكور. اما في حشرة المان? ايه ناس بس. ايه ناس? مين لها يا عاير مين? والله يا ابني انت ممكن تقول لها ايه? دول هيعايروهم يقول لهم انتو كلكم بنات. ودول ممكن يعايروهم يقولوا يا زكر يا مهزة. عادي جدا. فيعمل هاش كتالوج. بس اللي عايزة اقوله ان التولد البكري هو مصدر الزكور في نحل العسل. اما الزكور في الحشرة المان اصلها او مصدرها تكاثر جنسي. خلاص? فخل المقارنة دي في ذهنك. يبقى هنا خلفوا ايه ناس وذكور هنا خلفوا ايه ناس بس. ملكات وشغلات. في ملحوظة مهمة انا عارف في حد عايز يسأل بس تسمعوني للاخر. نحن العسل تفتكروا الملكة كم نون? طيب الاتنين نون دي تفتكروا بكم كروموزوم يعني? جادة. قوليها وانت مش خايفة ليه? اتنين وتلاتين. النون الزكر ده بنون بكم كروموزوم? ستاشر. ايه الفرق بين النون والنون دي قاعدة حطوها العلماء عشان يقسموا المادة الوراثية نص وكملة. اتنين نون دي بتمثل او يعني هي بتعنين لما تسمحها في نحن العسل تقولي اتنين وتلاتين كروموزوم. طب لو سمعت الاتنين نون دول في الانسانة دول عليها ايه? ستة واربين. يبقى دي بتتغير حسب الكائن نفسه. طيب. انا معرفش حشرة المن كم كروموزوم للامانة. ما يعني حاجة مش او دي حاجة اضافية يعني مش عليكم. خلاص? يبقى ده مقارنة بين نحن العسل وبين حشرة المن. كان السؤال ايه? طيب الحتة اللي في السؤال دي. شايفين انتو لما مالكة دي مالكة هي. انا مالكة. جبت بويضات. في اتنين منهم اتجوزوا عرسانة هم اتجوزوهم. عريس وعروسة وعملوا تكاسر جنسي. جابوا ايه? جابوا مالكات. وشغلات. صح? طيب لو ما تجوزتش جابت زكر. شايفين? باقسة معنداش حد. الزكر ده جي من بويضة. مفيش غيرها. طب ايه رأيكم في الاناس دول? جاية نصف المادة الوراثية منين ونصف المادة الوراثية منين. مش ديش شغالة اتنين نون او مالكة اتنين نون. جايبة نون من زكر. اللي هو حيوان المنوي. وجايبة نون من بويضة. صح? طيب. الزكر شارك بايه من مادة الوراثية? نصه ولا مادته كلها? نا كلها. كلها لانه هو كاحيان نون وحيوان المنوي نون فشارك بكله. لكن المالكة اللي قدت البويضة في الاول دي شاركت بنصف المادة ايه? يبقى لما ييجي يسألك هي اي مالكة او شغالة جاية منين? جاية من كل مادة الراجل ونص مادة المالكة. تاني? ولا وصلت? يبقى انت تختار ايه الاختيارات في سواء سبعة وعشرين? بيه? كل الكروموزومات للزكر اخلي بالكو دي كل الكروموزومات اللي هي تعني كم كروموزوم بالنسبة لك? ستاشر اللي هي نون يعني. ونصف كروموزومات المالكة اللي هي نون اللي هي نصف نصف الكروموزومات اللي هي اتنين نون تبقى نون. اللي هي تبقى برضو بستاشر. وصلت? ميتاني. اصرح. طب اقول انا واحد وتلاتين لحد ما تفكروا. تتم العملية في الشكل المقابل. بكل الطرق التالية معها ده. هو مين اللي بيحول النون لاتنين نون? يلا اقولولنا. او اي حاجة صناعية من التولد البكري? نا. الصناعي. لكن عمر النمو الطبيعي ما هيحول النون لاتنين ايه? حتى في التولد البكري. هل انت خدت في التولد البكري الطبيعي نون بيقيت اتنين نون? نا. بالزبط. مش. يلا ايه تاني? طب هو يا دكتور هو كان في سؤال في الانتحان لما اتكلم عن نبات عن يمي. ان انت الظروف المناسبة لما بيحصل في نبات الاسبروجايرة ببل الجسام اول الجسام عنده ميتوزي ولا مايوزي? ايه اللي خليني اختاره ميتوزي مش ميتوزي? لأ تاني. لما تتحسن الظروف? اه. ما هو انت قلنا الميوزي ده مشروط. قلنا دلوقتي الاسبروجايرة. ايه اللي بيحصل? بص يا جورج. في قاعدة مهمة جدا هتعلمتها لكم الدرس اللي فادة. وهتلاقيني بقولها برضو في الفيديو بتاع تعقب الاجيال. البداية لازم تبقى زي النهاية. اتفقنا? انت بدأت في الاسبروجايرة بنون صح? يبقى لازم تنهي بكم نون بنون برضو. هيقابلك في النص اتنين نون. فانت مضطر تنقسم مايوزي عشان يعود العدد الصبغ الفردي. ليه الحاجة اللي انت بدأت بيها. طيب انا كنت نون. وفجأة بقيت اتنين نون. بقيت زايجوت. صح? وبعد شوية الظروف مش كويسة. بقيت زايجو سبور. ايه اللي خليني ننزل بالمايوزي بهذا الشكل? لما تتحسن الظروف. يبقى شرط. ايه الشرط? تحسن الظروف. انت سؤالك فانهي جزء? انا عصد ان هو دلوقتي هينقاسم مايوزي. بس برضو علشان يكمل نموه هيقاسم مايوزي. ايه بعد كده لما الخلية الواحد عايزة تبقى خيط. يعني برضو اعتبر معتمد على الانقسامين مش الانقسام الواحد يعني. كان السؤال فاني هي. كان بيقول ايه السؤال وفين? ايه كان في الانتحان بتاعنا النهاردة. انا قلت اا اا معتمد على ايه? على الانقسام الميوزي. ايه يا ابني اللي هو كان فيه كلمة تتحسن الظروف. بالزبط. طيب هو تحسن الظروف ده الميوزي. عايزك في كلمة تحسن الظروف. حالو انا معديش مشكلة مش معطلت بس هو مش بعد برضو معيتحسن الظروف. هيعمل الميوزي. بعد كده هيعمل الميتوزي عشان يكمل نموه. سانية. يعني دي. بس انت انت اختارت ايه طيب يعني انت كنت عايز تختار ايه? انا شخصان اختارت الميتوزي عساس ان هو هيكمل نموه بي. لا. شرط تحسن الظروف. استنى انا رياحك انا عشان انا عملكم بتحانا غير بتوع السنتر. ازبر. اجيب لك السؤال تاني. اجيب لك السؤال بالنص. هو السؤال بيقول اي الاتي مشروط بتحسن الظروف في حياة الاسبروجائر. الميوزي. بس خلاص. مشروط يا جورج. في كلمة شرط زي ما انا كاتبها ايه? شرطي بقى تحسن ميوزي. الميتوزي ده مش هيحصل غير لو حصل الميوزي. تسيب انت الميوزي وتروح تبدأ في الميتوزي. وصلت. ايه تاني. في سؤال في الامتحان اللي هو الجزء ده كان اه الجزء اللي هو كده. اه. والجزء ده حد حله غلط. عدد الافراد. عدد الافراد او التكاثر او معدل التكاثر. هنا معدل فقد الماء معدل فقد الماء مين الظروف الاحسن المربع ده? والا المربع ده? مين فيه من الظروف احسن? الاحمر ولا الاخضر? الظروف احسن. الاحمر. الاحمر. لان انت لما توصل هنا يبقى انت فقدت مياه كتير. يبقى الاحمر ده تكسر لاجنسي. عشانا اتعايز الظروف مناسبة يبقى لما تكون ظروف مناسبة يبقى تكاسر لها جنسي اوما لما الدنيا فقدت الميا والدنيا بازت يبقى ده تكاسر جنسي ده السؤال اللي كان في الامتحان طيب ايه تاني هنا ما فيش السفحة اللي بعدها كمان سؤال ثمانية وتلاتين ثمانية وتلاتين السؤال ده طويل بيقولك من المخطط التالي اذا علمت النسين تمثل حشرة نحل عسل حشرة انسة ولا ذكر ده اول دليل تاني حاجة بيقولك حشرة تمام وهي اتنين نون خلاص انت عرفت دي يا ملكة يا شغالة طيب السؤال هو انت خدت الشغالة بتجيب نون يعني الشغالة بتجيب بويدات اصلا ولا بتشوف لها خلف ولا بتشوف لها حاجة يبقى دي خلاص انت اتأكدت ما في المنهاية ايه ملكة ملكة خلاص طيب يا سيدي جابت حاجة نون هنا وجابت حاجة نون هنا اكيد دي بالنسبة لك انت ايه يعني النون اللي جابتها الملكة تبقى ايه بويضة بيه بويضة بيه بويضة انت عارف ان البويضات بيختلف وفيه بويضات بتتجوز وبيضات تكمل توالد بكري اللي كملت بقت زي ما هي ما تغيرتش نون هي نون توالد يبقى دا ذكر في الاخر اما اللي جابت اتنين نون دي دا عملت جنسي يبقى دي ملكة شغالة مين ملكة او شين شغالة الكلام دا صعب ان انت تفسر وترسمه على الكلام يبقى ماذا يمثل نوع الكائنسين شكرا ماذا يمثل صاد وعين صاد وعين حيوانات من الملكة يبقى الملكة هتجيب حيوانات منوية ينهاري سويت ما لسه قالين بويضة ياولاد دي بويضة ودي بويضة يبقى بويضات فقط فين بويضات فقط اهي ما نوع التكاسر الذي ينتج عنه كل من لام لام تكاسر جنسي وميم تكاسر لا جنسي يبقى جنسي ولا جنسي فين جنسي بالامشاج ولا جنسي فين لا جنسي بالتجا جيم جنسي بالامشاج ولا جنسي بالترد البكري صح كده ما جنس الافراد لم وميم دول لما احنا كانت بينهم ملكاته شغالة يعني اناس اما هنا ذكور خلاص يبقى اناس وذكور على الترتيب فهمت انا ممكن كل ده لما شرحت للنفس الرسمة اللي اجابات كلها ظهرت من غير متعب نفسي ايه تاني اربعين اربعين تسعة واربعين طيب محدش عايز حاجة في دي تاني اتنين واربعين طيب اتنين واربعين ما الاساس العلم الذي تتضح من خلاله الشكل المقابل انت شايف حاجة مادة مغزية وحاجة بتتزرع انت بالنسبة لك رسمة ايه دي زراعة ايه انسجة بالزبط التكاثر اللي جنسي يحدث تنوع هل زراعة الانسجة دي اللي انت خدت خلية زراعتها طلعت نفس الحاجة هي ده في تنوع فدي غلط قدرة الخلال انشائية على التمييز لاي نوع من الانسجة النباتية هي دي مش خلية انشائية مش الخلية الام انت خدت خلية من جزر عادية جدا انتو عارفين عن نيه الخلية الانشائية لا يا بانتو ما فاتحتوش الكتاب بتاعي في كلاة اسمها الخلية الانشائية المراستيمية دي اللي بتجيب دينا النوع على الخلية كلها اللي ف النبات تدينا البرانشيمية والكلانشمية والقلاعوي يعني دي الخلية الام زيها زي الانسان حاجة اسمها استيمسل الخلية الام سمعتوا عن زرع نخاع قبل كده يقول لك هنعمل له زرع نخاع طبعا ييجي في دماغي انتا ان هم هيدخلوا يسحبوا نخاع كده حاجة حديدة طويلة ويزرعوها للشخص اللي عنده لوكيميا او سرطان الدم يابني لأ زرع نخاع يعني بياخدوا خلية ام اسمها استمسل يزرعوها للشخص اللي عنده لوكيميا يمكن للخلية البالغة ان تعود للانقسام والتمايز من جديد بعد اختزال مادتها الوراثية ايه رأيكو في كلمة اختزال مادتها الوراثية دي بالنسبة لك معناها ايه لا ماشي ما هي اختزال ميوزي دي زراعة انسجة ويقول لك خلية اختزلناها ايه المصيبة مادة وراثية غير كاملة اصلا انت شرط زراعة الانسجة ان تبقى المادة الوراثية كاملة تخيل بقولك احنا هنزرع الخلية لما تنقسم بالاختزال يعني انت معنا زال خلية الخلية ايه نصف مادتها الوراثية بقى ما تتزرعش بقى دي جريمة الجملة دي يمكن لخلية النسجة النباتي كاملة المادة الوراثية انتاج نبات كامل بالانقسام الميتوزي اللي هو تاكاتر لجنسي بزراعة الانسجة تمام دكتور هوا يعني ايه تمايز تمايز يعني الحاجة عقولك فاكرة لما قلنا ايه الفرق بين التجدد اللي هو تكاسر والتجدد اللي هو مش تكاسر وخدنا الفقاريات والقشريات كان ايه اللي بتعمله القشريات تعويض الاجزاء المقطوعة والمفقود الفقاريات التام ايه جروح مين اللي العضو بيتميز لازم يطلع رجل زي ما تقطعت الرجل او يطلع صباع زي ما تقطع صباع او يطلع ديل زي ما تقطع ديل دي اللي اسمها التميز يعني يعني يبقى القشريات فدي نقول عليها تميز لكن دي جرح اتفتح فخلايا طلعت سدته بانقسام الميتوزي وخلاص هل في تميز هنا او تميز لا لكن دي بتتميز انها تطلع الحاجة هي هي انتي كسرتي كوباية في البيت فدورك انتي تجيب كوباية مكانها فانتي بتميز اللي تكسر هو هو مش تجيبي تلزقي اي حاجة وخلاص فهمت يعني تميز زي ما احنا بنبقى في البداية جنين زي جوت حيار ماني وداخل جوا بويضة يتم التميز لها ويطلع شخص لعنين وادين ورجلين فكده بيحصل له ايه تميز وصلت معناها ايه ايه تاني ايه رأيكم دي ايه تسعة واربعين ماشي تسعة واربعين اي العبارات اللي قدتها غير صحيحة بالنسبة لحشرة المن ايه خلط عن حشرة المن انت شايفه عدد الاناس اكبر من عدد الزكور فاكرين القصة اللي احنا كنا قيلنها فاكرين نرجع حشرة المن دي كده ارجع حالكم فاكرين الجدوى اللي انا كنت عامله من دقيقتين راح فيين بصوا بصوا حشرة المن جابت هنا ايه وجابت هنا ايه يبقى مين اكتر يبقى الجملة الاولى صح يبقى عدد الاناس اكبر من عدد الزكور كل الافراد الناتجة من التوارد البكري تتكاثر لتعطي اناس فقط مين الافراد انا ممكن مين يشطب لي كل الافراد الناتجة من التوارد البكري ويحط كلمة مكانها واحدة انسة انسة صح انسة لا كل الافراد الناتجة من التوارد البكري من المن انسة من شطابت كل ده كثبت انسة هل الانسة تتكاثر وتعطي الناس بس ولا بتخلف رجال عادي يا شباب كل الناس بتخلف رجال عادي الا في النحل بس الراجل ما بيجيش من خلفة بيجي الواحده من بواجه فالانسة مش بتجيب ايه ناس فقط لا بتجيب ايه ناس واذكور فالجملة دي غلط هي دي الجملة الغلط بعض الافراد الناتجة من التوارد البكري الافراد الناتجة من التوارد البكري اللي هي مين حشرة المن نفسها جابت بويضات كملت بالطارد البكري فقاعدت تتكاثر بالطارد البكري لا يمكن ان يتم نوع التكاثر عند انتاج الامشاك بنفس نوع الانقسام مين فهم الحتة دي ده كانت اسمها ايه انا بسميها ايه حشرة المن ينهاري سود ماجنونة شعنونة اخصى عليكم لا يمكن ان يتم نوعية التكاثر عند انتاج الامشاك بنفس الانقسام لو ما بقتش ماجنونة شعنونة عمرك ما تقدر تخليها تتكاثر جنسيا ولا جنسيا هتخليها تتكاثر بطريقة واحدة فاهمين دي بصوا دي انت تتجرب الكلام اللي انت بتقراه بص لسيدي هجيب لك حشرة من دلوقتي اهي دي حشرة من كم نون افترض معايا ان هي ما بقتش ماجنونة شعنونة زي ما كنت بقولكو زمان كانت زمان تجيب بويضات نون وتجيب بويضات اتنين ايه نون فالنون دي تتكاثر جنسيا واللي اتنين نون دي تعمل تولد بكري ماذا لو ما بقتش في نون هنا وكله بيطلع اتنين نون هتتتكاثر ايه بس بس وده معنى الجملة بيقولك ايه اني لا يمكن ان اتم نوعية التكاثر مش هيتم الطريقتين لو جابت الامشاك بنفس الانقسام يعني طلعت ما بتنقسمش غير ميوزي بس مثلا وصلت اه ايه تاني حد عنده حاجة طيب في دول نا حالتنه النظري طيب النظر في النظر في الاخر هيبه باربع درجات تقريبا زي ما بعتلكو الورق حاجة كده فاكسانة او في الاخر هييجي بنفس الطريقة يعني انباتها خيطا. اكسر تباينا. يعني تباين? اختلاف او اعتبارها اختلاف او تنوع وراسي صح? عن الخلايا الامية. بوست يا سيدي. ايه رأيك انت هنا? دول جنب بعض? فدكتران ايه? جانبي. فمعلش انا اسف انا شطبت دي كلها من الاول دي مش هتفيدني في اي تنوع خالص. طيب. اي الخلايا في الاشكال تنقص ميوزيا? يبقى هو فيه سؤال مهم جدا. عايز خلايا بتنقص ميوزي. هل تلاتة الزايجوت ولا اربعة الزايجوسبور? الزايجوسبور. شكرا. شكرا. طب انا اشطبت ليه اللي فوق? عشان كلمة ايه? تباين. حد فيك واستفاد حاجة وانا بحل السؤال? انا الاول عملت حاجة مهمة جدا. انا نفطت التراب من على السؤال. يعني نفطت التراب. حدفت الحاجات الشوائب اللي مالاش اي لازمة. وبدأت قارن هو مين دي ولا دي. طيب كلمة تباين خلتني شطبت اللي فوق ده. انا اختار دي ولا دي بنان على ايه? مين اللي بتنقص ميوزيا? زايجوسبور. وصلت يبقى اربعة. يا رب اللي مش حالل صباح رجله الصغير يتشل. وايش طول حياته مشلول بصباح رجله الصغير? لحد ما يحل الدرس كويس? وصباحه ايه? يرجع من الشلل. اي الاشكال البيانية التالية? يعبر عن عدد الصفغيات في نواة خلايا تحلب الاسبايرو جايرة اثناء دورة حياته. لو انت قريد كده. اللي فوق الزرقه دي زايجوت. بكم نون دي? ونواة الزايجوسبور اثنين نون. ونواة الخيط العادي الغالبان نون. فانا عايز الزرقه والحمرة يبقى اثنين نون? الزرقه والحمرة يبقى اثنين نون. مين اللي فيها الزرقه والحمرة اثنين نون كده? دور عليهم و تلاقي وتلاقي الصفره نصهم. cultivate. الباء. يبقى با. يبقى به. خلاص? نعم. وصلت? اه. تسعة يا دكتور. شايفين كلمة عدد الصغير التسعة. كم عدد زايجوسبورات? بيتكلم على زايجوسبورات. ممكن اشيل كلمة زايجوسبور و اكتب ايه? زايجوت هي هي. الناتجة من تكاثر جميع خلايا خيطين. احدهما به تمانية. عملوا كده بعد ازنوكو. تمانية هي. والاخر به عشرة. بص حد خد باله ان عملت حاجة ايه? ايه اللي انت لاحظت وانا هو بعمل الرسمة? ان عشرة في اطوال. صح. واروح اعمل خط فاصل كده. التمانية قصادهم ايه? تمانية قصادهم. تمانية جابوا تمانية زايجوت. الله عليهم. اهما. اتبقى كم واحدة من هنا من العشرة? اتنين. جوزهم لبعض. يجيبوا كم زايجوت? واحدة. يبقوا كم زايجوت في الاخر? بقوا تسعة. السؤال بتاعنا امتحان بتاعي انا كنت جايب كم واحد وكم واحد? سبعة وتلاتين وخمسة وعشرين. يلا خد الخمسة وعشرين قصاد بعض. يطلع لك خمسة وعشرين زايجوت. اتبقى من السبعة وتلاتين كم واحدة? اتبقى اتناشر. بقى اتناشر. الاتناشر يجوزوا نصهم مع نصهم يدوك كم واحدة بالالكتران الجانبي. لو قلك عدد توتل. هتقوله كم واحدة في الاخر? واحد وثلاتين. لانك انا كنت عايز كان بالسلامي وكان بالجانبي. سؤال هو ليه انا عملتش جانبي الاول بعدين عملت سلامي? جانبي الاول ما انا كان سلامي? اه. عشان بقريبا انا بحب زي السلام عشان فتنوع وراسي. جادع جادع. بالزبط اعملهاش تفسير علمي. بس بالبلد كده. هو انت لو خيارت الاسبايرو جايرة. تتحب تتكسر ايه? يقول لك يا عم سلامي خلي بيبقى فيه تنوع. عشان نقدر اواجه الظروف البيئة. خلاص? يا مش علمية ده كلام هاكس اللي احنا بنقوله. بس انا قصد يعني ايه? عشان السؤال يمشي. السؤال ده تقلف في الكتب وتحط في الكتب وتعامل في الكتب هو يعني. مش حاجة علمية قوي يعني. فاهمني? لان في الحقيقة مش كل الخلايا بتتكاثر. ايه تاني? اتناشر وخمستاشر. ماشي اتناشر وخمستاشر. هنا المجموعة الصبغية اللي هي نون واتنين نون. انا كنت نون وفجأة اتعلقت بقيت اتنين نون. القاعدة اللي كنت معلمها لك لما تبدأ بنون لازم تعمل ايه? يبقى كونك مرجعتش. ده مش بيقول لك معلومة مهمة? يبقى دون تحسن الظروف. انا هشطب على اي كلمة تحسن. طب هل دكتران سلامي دون تحسن الظروف ولا دكتران جانبي دون تحسن الظروف? بص كده مين فيكو هيختار الاجابة ويقول لي اختارها ليه? يبقى زاكي. ودقيق الملاحظة. عشان خياخت واحد. جدع. شفت كده? انا عملت ايه الاول? حد خد بالان انا عملت ايه? انا نضفت المكان الاول من اجابتين. طب هو معلش? فيه اختيارين? ايش معنى ده ينفع والتاني ما ينفعش? يبقى اكيد انا قريت حاجة نقصة في السؤال. اكيد انا مركزتش. شكل المقابل هي الجملة دي فيها حاجة تخلينا افكر في السؤال. عشطب. يعبر كلمة يعبر تدايقك? عن مرحلة. اخاف من كلمة مرحلة. من مراحل دورة حياة خط واحد. بس كده خلاص انا لقضت الفكرة. تفهمتوها? حد خد باله اقولوك على كلمة بس بينها وبين بعض سر متقولواش لحد. شايفين ايه الكلمة دي? عارفين في بعض الاشخاص لما تيجي تسمعوا النهاردة هتلاقوني حطتلكم محاضرة تعاقب الاجيال. دي دورة حياة كانحية. فلاحظتوا كلمة دورة حياة كانحية? اتكررت كلمة دورة مع تحلب لسبيرو جايرة? ففي بعض العلماء قالك ايه ده? ايه يا جماعة ما تحلب لسبيرو جايرة انها اعتبروا تعاقب? اجيال? ايه رايقوا في كلام الناس دي? كلام والله مش وحش. كلام حلو. ماشي? ففي بعض الاقويل قالت ان لسبيرو جايرة ده تعاقب اجيال. بس الكلام اللي الكتاب بتاعنا ما قالش كده. بس احنا احترمهم. ماشي? السؤال ليه انت ما بقتش اتنين نون? وليه ان قسمت ما يزين? حتى يعود العدد الفردي للصبغيات? لان الخيط كان عدد ايه? فردي بنون. يلا ايه تاني? انت قلتوا خمستاشر صح? طيب. هنا سلامي سلامي. سلامي جانبي. انا لو طلبت منك اختار اكتر حاجة بتعمل تنوع. سلامي سلامي. سلامي سلامي. افشل حاجة في التنوع. تمام. بص يرا السؤال بقى. الشكل التالي. الاشكال التالية تعبر عن اقل تنوع وراسي. شكرا يا مصر. ماشي? اه. بيت ايني? سماندوش. الاشكال التالية توضح صورتين من صور التكاثر اللاجنسي. حد واخد ايه ده? حاجة طلعت منها? خلية. دي سهلة. دي مين? ايه التكاثر اللي خدناه فيه? زايجوت. ادينا زايجو سبور. انقسم ادينا خلية واحدة. بتحلله تلاتة. عمالة تكبر. سبايرو. جايرة. يبقى جنسي. اكتران. ماشي? ايه دي? حاجة هنا بتنفجر. وتطلع لنا حاجات كتير من جواها. يا طرى دي ايه? ايه اللي خدناها كانت معبية حاجات? ايه? ممكن تبقى حافظة جرسومية. ممكن تبقى ايه تاني? يا عمي ماشي. يا سيدي ماشي. بس السؤال بقى هل العمي بي كان شكلها كده شوية? لا. تمام? طب السؤال بقى السؤال ده ريخم صح? السؤال ده اجابته بالشكل اللي انت شايفه. الشكل ده مخزلي. هتقابلك فين? هقابلك في محاضرة اللي اترافعت النهاردة. هيقابلك في حاجة اسمها تعاقب الاجيال. حاجة اسمها سبوروزويتات جاية من التكاثر بالجراثيم. فتشككك ان ادي التكاثر بايه دلوقتي? جراثيم. الجراثيم اللي طالعوا قدامك دي بكم نون? بنون? بنون? والخط بكم نون? يبقى اتا شابه بالل اتنين. هل عدد الصبغيات? يعني عدد الكروموزومات? طب مش دي نون ودي نون? جادع. طب ما هو نون ديه كائن مختلف زي مثلا الانسان النون فيه تلاتة وعشرين. اما النون في ناحية العسل بستاشر. عشان فيه ناس لسه صغيرة وعقلها مهفوف. بنفكرها عشان دي نون يبقى عدد الكروموزومات هو هو. لا. كل واحد النون دي بتتحدد حسب نوع الكائن نفسه. فاول الاختيار غلط. عدد الصبغيات غلط. المجموعة الصبغية نون ونون صح ولا غلط? دي صح. موجود تنوع راسي? هل ده في تنوع? ممكن حسب هو جاي منين? ده اصلا فيه تنوع هو راسي? يبقى دي جملة ما ينفعش اختارها. خلاص? عشان دي ممكن تبقى من اكتران ايه? جانبي. حجم الخلايا انت شاف ان الخلايا دي قدي دي. فدي غلط. يتبقى لك المجموعة ايه اللي شبع بعض فيها? المجموعة الصبغية. طبعا هتسأله على سؤال تسعتاشر. من الشكل المقابل بتتخده من المنظر على الفاضي. من الشكل المقابل يوضع احدى صور التكاثر في تحلب الكلامي دو مو ناس. ايه بدنجانيات في الموضوع. احد التحالب وحيطة الخلايا. منع التكاثر? اولا ايه الكلمة اللي لفت نظرك في رأس السؤال? تحلب. اشك انه ممكن يبقى تحلق اخو تحلق اصبايرو جايرة ايه عم انا مش فهم حاجة مش هشك. تعالا نقرأ نقبص في السؤال. شاف سينو صد? دخلوا في بعض. عملوا ايه? لاقحة جرثومية? ده الكلمة دي اسمحتها في مين دي? اسمحتها فين كلمة لاقحة جرثومية? اكترون. تمام. فجأة بقى حاجة واحدة. فجأة الحاجة دي انقسمت ميوزي طلعت واحدة اتنين ده لات اربعة. انت عارف ان ده حصل في مين? في الاسبايرو جايرة. فاكن لما كانوا يتحللوا ثلاث خلايا تتبقى واحدة? يبقى نوع التكاثر بالنسبة لك ده ايه? شكرا. بالتشابه انت بتشبه دي باللي خدته. ما الذي يميز الافراد النتجة من هذا التكاثر? ده كائن لوحده ده كائن لوحده خلي بالك. دكترون ايه طيب? سلام ولا جانبي? سلامي. سلامي صح? طيب ايه اللي اكدلك ان هو سلامي? مين شاطر يقول لي ليه اتأكدتوا ان ان هو سلامي? شايفي السؤال بيقولك ايه? ان التحلب ده احد الخلية. فبما ان التحلب واحد الخلية فده تحلب وده ايه? تحلب. ما ده واحدة وده واحدة. يبقى دكائن ودكائن. خلاص? يبقى انت كده ده الافراد اللي نتجة دي جمعت بين صفات سين وصاد? تمام? وكم نون في الاخر بمن عمل ميوزي هنا. بنون? بالزبط. يبقى صناقية ولا وحادية المجموعة الصبغية? هي وحادية المجموعة الصبغية وتجمع بين صفات سين وصاد الافراد الناتجة دي يعني. لبعده. ستة وعشرين وسبعة وعشرين. ماشي ستة وعشرين وسبعة وعشرين. في تحلب الاسباير وجايرة. ماذا يحدث استعادة الكروموزومات في الخلية الناتجة عن العملية الموضحة بالشكل بالنسبة للتركيب سين. بص يا سيدي شايف سين? بقت اتنين بقت اربعة. ده انقسام ايه اللي عملته? بس على خطوتين? مايوزي. يعني دي كانت اتنين نون ودي بقت كم نون في الاخر ودي بقت كم نون? نون? يبقى حصل ايه لعدد الصبغيات? صح. قال النص. ايه الخطوة اللي معمولة دي? ما كانتش عندنا في الكتاب. ما هي اي حاجة عشان تديك اربعة? مش انتو لما كنت بتاخده. الاتنين نون دي عشان تديك اربعة نون بالميوزي. انت كنت مفكرة. هي بتعمل خطوتين. بتنقسم مرة اتنين والاتنين يبقى اربعة. وقت تضيح لكم قوي دي لما ناخد تكوين الحياة المنوية قدام. خلاص? ستة عشرين وسبعة عشرين? سبعة وعشرين. انا كنت بدأ ايه هنا? نون صح? ممكن يبقى ايه اللي تبدأ نون وتنهي النون ده? ممكن يبقى الاسبايرو جايرة? الدرس اللي انت خدته ممكن تبقى حاجة تانية هتاخدوها في الحصة بتاعت النهاردة المالاريا. تمام? بدأت نون بقية اتنين نون زايجوت بقية زايجوسبور مايوزي رجعت الاصل تاني. طيب ايه مما يمثل مرحلة سقوط الامطار. يعني ايه كلمة سقوط الامطار? يعني فيه مية. يعني الدنيا حلوة لوحشة ولا? الدنيا حلوة وجميلة يا بتكاسر لا? جنسي. صح? طيب فيه هنا تكاسر لا جنسي يا عم ده الاختران يا عم. يبقى فكر في حاجة كانت بتحصل في الظروف الحلوة. جادع برافو. انت شفتوني فكرت ايه في الاول? مش دي دنيا حلوة? هفكر في بس السؤال مش عال يا عم بيقولك الالكترانة هو? فانا لغيت الفكرة بتاعتي طلقت فكرة غبية في الاخر. بس هي لازم تفكر فيها عشان تتبعدها. يبقى سقوط الامطار يعني الدنيا حلوة. يعني فيه مية يبقى اربعة. عشان كده قدر يعمل ميوزي. ماذا يمثل حرف ايه? ايه ده كان مين? ايه زاي جزء طب دي لو انا عملت كده? جدعان برافو. ايه تاني? ايه تاني? ايه تانية وعشرين. تمانية وعشرين. سؤال طويل. ازا علمت ان البراميسيوم حيوان اولي واحد المجموعة الصبغية. يعني نون ولا اتنين نون? نون. يتكسر بالانشطار السنائي واحيانا باندماج الانوية. يعني ممكن يعمل كده يعمل انشطار سنائي او احيانا يعمل اندماج مع بعض. ولو عمل اندماج كأنه ايه بالنسبالك? عمل تكسر بايه? جدع صاح بالاقتران. اي مما يالي صحيح عن عملية التكاسر بالاندماج? ليه عمل? انت جبتها منين طيب دي? لو انت قيلها بفهمة تقول الاجابة. مش هو اندماج خلية مع خلية? فتحول من نون بقى كم نون? يرديك الكائن يتغير طبيعته يبقى بالمنزر ده? يبقى هو لازم يعتمد على انقسام ايه? الضبط. طب ينفع اقول على التكاسر اللي جنسي? يا عم ده بيقولك اندماج. تنتج افراد ربعية? يا عم الكلام الفاضي ده. تعتمد على انقسام الميتوزي? لا ده هنا بيعتمد على انقسام ايه? الميوزي. في حد هيجي يعترض ما هو يحتاج الميتوز عشان يكبر يا ابني ده واحد الخلية اصلا. مش محتاج الميتوز دلوقتي. ايه تاني. هنكمل بقى السؤال اي مما يالي صحيح عن العبارة السابقة? مين صح من دولة? ههي. الافراد اللي طالعة هتبقى متبينة مختلفة عشان فيك فردين شاركوا في تكوينهم. اخر سؤال اي العبارات الاتية تعتبر صحيحة? ما هي نفس المعنى? ايه الغباء ده? اكسر تكيفا. مش هما اكسر تنوعا يبقى اكسر تكيفا. يلا يا شباب. يقولك الجدول المقابل يوضح امكانية حدوث الاكتران باكسر من احتمالية لسلاس خيوط خط سير خط صاد خط عين. اي الاختيارات بالجدول التالي يمكن ان يمثل عدد الخلايا في السلاسة خيوط. تمام? الخيوط التي تدخل في الاكتران سين في سين عمله جانبي نوع الاكتران الجانبي الزايجوت اربع. تاني. اللي عنده صوت يوقف يا ولاد. شايفين سين? سين بكم? بتمانية. مع سين تانية تمانية. طلعها كم زايجوت? اربع. اربع. جانبي. ستاشر. هو ده جدول مدهنة صحيح? ما فيهم الجدول اللي مدهنة. اه. ادينا اللي فوق. طيب. ثانية. طيب كده سين ايه رأيكم? سين وسين مش راكبة دي. اربع تعالوا نمسح بس كده. هم مدون جانبي. انا مش عارف ازاي سين وسين وعملوا جانبي. يبقى دي اكيد. سين كله كان كام خلية المفروض. تمانية صح? تمانية. او ممكن يبقوا تسعة. في واحدة ما اتجوزتش. بس لازم يبقوا ايه? تمانية. هو انا مش ممكن ابقى خط تسعة. بس انا اللي هتجوزه كل اتنين واتنين. فيتبقى واحد ملقاش حد. صح? خليك معايا بس سيبك من انت. طيب. التانية. سين وساد عملوا سلمي. يبقى انا كده حاولت اتخيل سين. سين ممكن تبقى تمانية. ليه? عشان يعملوا في الاخر اربع جانبي. سين وصاد عملوا سلمي. صح? جابوا تسعة. ايه ده? ايه ده? سين جابت تسعة بالسلم? يعني سين اهي. وصاد هصاد اهي? عملوا مع بعض تسعة. يبقى سين كام? تسعة. يبقى سين تسعة. ايه? طب ما انا كنت فوق ايه? سين تمانية. تمانية في الحتة اللي فوق. انا قلت ممكن يبقى في واحدة زياد. خلاص? كده انا اتأكدت مي سين كام? تسعة. سؤال لو انت تزنات. اه. دي احتماليات سين. احتمال تبقى تمانية واحتمال تبقى تسعة. بعد ما انت شفت الجزء التاني ده اتأكدت مي سين لازم تبقى تسعة. خلاص? طيب. عين مع عين عملوا جانبي طلعوا ستة. يبقى عين دي تبقى كام خلية? بص بقى شايف سين صد وعين? طيب شايف صد وعين عملوا كام? حداشر. يبقى صد دي كام واحدة? حداشر. او عين عين شايفين عين دي? ممكن تبقى حداشر او فوق كنت قيل عليها بكام? يبقى عين بالنسبة لك تبقى كام? تاخد انهي. اخد الاتناشر. خلاص? كده عين باتناشر. سين بتسعة شطابت دي خلاص. وصد باحداشر. في اختيار كده? سين بتسعة. صد باحداشر. تسعة. حداشر. اه فين اخر واحدة? اتناشر. ينفع تبقى اتناشر? وينفع تبقى اكتر? ينفع تبقى اكتر. ليه بقى? اي? ما انت عارفة السؤال ده? اخدت رياضة قبل كده. فاكريين الحاجة اللي هي الاحتماليات والمسواد ده بتاعت الاحتماليات تاني يا ولاد. يا ولاد بصوا. سين انا بحاول استنبط ايمتها هي وصد وعين من كل نقطة من النقط. انا هنا سين وسين. سين دي عمل اكتران ايه دلوقتي? جانبي. طلع كم زايجوت? او زايجو سبور? المشروط الاربع. يبقى السين دي كانت كم خلية? تمام. اللي بيقول مش فاهم معايا? لحد هنا تمام? جيت سين اجوزها وانا فاهم ان هي كم خلية? جوزتها الصاد اللي انا مش عارفها كام? وقفتهم اصاد بعض. طلع ست تسعة زايجوت. ازاي سين? تبقى تمانية وان طلع تسعة زايجوت بالسلامي. يبقى اكيد سين مش. تمانية. اكيد سين تسعة. فهمتي? او ده احتمال. بس الاحتمال الصح ان هي تبقى تسعة ولا تمانية? تسعة. امال هنا ليه عملت كده جانبي? اصل هي كانت تسعة خلايا فالتمانية اتجوزه بالجانبي كل اتنين مع بعض عمل اربعة وتبقت واحدة ما اتجوزتش. جيت لصاد. صاد كده انا حطيت احتمال كام عليها من النقطة دي. بما ان هنا مطلعة تسعة يبقى صاد تسعة. حد هنا تمام? جيت عندي عين وعين. عين وعين لما عملوا جانبي طلع ستة يبقى اكيد عين دي كانت بكم خلية? عشان تجيب ستة زيجود. اه ستة زيجود. باتناشر. جيت ابص على عين هنا انا دخل على عين وانا في اعتقاد ان هي بكام? باتناشر. بس هي وصاد كانوا عاملين اكتران سلامي. فعين هنا طلع بكام? باحداشر. واكيد الصاد طلع باحداشر. تيجي تبص على عين. عين كانت بكم فوق? باتناشر. وهنا باحداشر. بتختار يمين دايما? لا اختار كبيرة. ما انت لو اعتبرت عين بحداشر ازاي يجيبه ستة زيجود. لكن لو اعتبرت عين هنا باتناشر يبقى فيه احداشر تجوزه واحدة ما تجوزتش وخلاص ما لقيتش حد تقترن بيه. يا جماعة دي رياضة. لو انتو مش فاهمين دي انتو عشان كده دخلت عين معلو. ده ما يجيش في امتحان. دي فرضيات واحتماليات. فانت بتوصل للفرضية المقبولة. سين بكام? متأكد ان هي بكام بتسعة. يبقى انا اجابة من الاتنين. صاد. شايف فين صاد? صاد احنا قلنا عليها ممكن تبقى بكام? ممكن تبقى بتسعة? ممكن تبقى باحداشر. ده الاكيد ان هي لازم تبقى بايه? بالرقم الكبير باحداشر. قد الاختيار اللي ظهرت في تسعة واحداشر في الاول ما فيش حاجة تانية بقى انا اخترت ده. طب ليه عين ممكن تبقى بثلاتاشر? مع عين عملت سلام احداشر بس فيه اتنين ممكن يتبقوا يعملوا جانبي. لو ما فهمتش انت في مكانك الصح انت في علم علوم مش علم رياضة وهزا السؤال ما يجيش. في حد تفهمه? طب الحمد. كان مفروض تدخلوا علم علوم ارياضة. ما يجيش. فاكس ما يجيش سؤال زي كده اطلاقا. اطلاقا. يلا ايه تاني? يا دكتر امر. دكتر امر اللي عندنا في شعب اللي يعني بلاي يا صحابي جايبين اسئلة من الاسئلة دي كتير. والاسئلة اللي تحل فيها. المسائل? بص يا يا جورج الحاجات دي احنا بنحل عشان في الكتب لكن ان انا اركز عليها وارهقت فيها ده غلط. انا باجي في الاخر اعمل لك ملزمة كل المسال واقول لك ايه? عاديك عرفتهم. ما تدقيقش لو انت ما فهمتهمش ان شاء الله ما يجيش منهم. انت بتعمل تحسبا. بس المنظر ده يا ابني ما يجيش في الاحياء. اخيرها متفقين. ده مش منظر بايولوجي ده. ده 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 فيزيا دي. في سؤال مقبول. في اسئلة مقبولة هادهالكو زي كده. هناخد البطيخة فيها كم بزرق. والفول في كم بزرق. دي حاجات مقبولة سهلة. لكن التعقيد والاحتماليات دي لأ مستحيل. عمرها ما جات في امتحان. اصلا ولا مرة جيسه الف امتحان في رياضة كده. يلا. واحد وتلاتين. واحد وتلاتين. اي الحالات التالية تكون فيها اقل تكلفة بيولوجية. ماشي? يلا. فكروا كده. اقل تكلفة بيولوجية. هو مين اللي كان غير مكلف بيولوجيا? اللي هو اللاجنسي. فاكرين كنا بنقول ليه? اقل يعني غير مكلف لان جميع افراد النوع قادرة على الانجاب. طب بس هوا هنا اقل تكلفة بيولوجيا في التكاثر الجنسي للفقران? تعالوا نفكر فيها. طيب تزاوج عدد سين من الزكور مع عدد سين من الاناس. سين تجوز سين? ماشي. تزاوج عدد سين من الزكور مع عدد اتنين سين من الاناس. يعني ذكر تجوز بنتين. عارفين ده? ده راجل تجوز واحدة. ده راجل تجوز كم واحدة? ترد علي. شباب تكون ايمين ولا معايا? تعال ماتت? شباب? تسمعيني? شباب? تروحتو فين يا شباب? معايا يا دكتور. معايا يا دكتور. معايا يا دكتور. اما اللي يسيبينو ما بتردوش علي بقى لكم دقيقتين ليه? اه طيب ماشي يكون علق. ركز هنا. اي الحالات التالية تكون فيها اقل تكلفة بيولوجية. يعني فيه ناس بتقدر تخلف اللي بيقدر يخلف متاح. هو مين بيقدر يخلف في الفران? الستات ولا رجالة? ستات. ايه مشكلة التكاثر الجنسي? مشكلة التكاثر الجنسي ان انت محتاج ستات. انت محتاج ستات. تخلف. صح? لو انت عندك ستات يبقى انت الدنيا حلوة بالنسبالك. لو انت معندكش ستات يبقى انت في ازمة. فهو بيقولك ايه اقل تكلفة? ام تبقى الموضوع مش مورك بالنسبالك. كفار بيخلف. لما ايبقى عندي ايه كتير? ستات كتير. واحنا زيهم برضو. لو راجل تجوز كم واحدة هيبقى الدنيا قلطف. كل ما انت تجوزت كراجل واحد جوزت ستات كتير ابقى انت ايه? بتقل التكلفة. وصلت. فمين اقل واحد في التكلفة فيهم? صح. تجوز ستة. تزاوج عدد سيم الزكور مع عدد ستة من الانانس. ايه تاني? في تاني ولا خلاص? طيب. ده نخليه شوية قدام لما عشان الاسئلة كلها دخلة في بعضها. ده اسئلة عامة. هنخليه لها ما نسبة. ممكن اديكو بس انا ملاحظات مهمة. حد فيكو كان مربي فراخ قبل كده? طيب. زمان وانا صغير كان عندنا اه الجيران ييجي قول اه كنا نروح نستلف من الجيران عندنا نستلف الديك. كنا اقول لو ممكن تدونا الديك بتاعكو. اصلاحنا عندنا شوية فراخ. ايه ناس? فكنا نستلف الديك من الجيران بتاعنا. ليه بقى? عشان اديك يجي خاصة بالفرخة. يبقى حط حيوانات المنوية جوا جسمها ولا رماهم في العشة ومشي? حطهم جوا جسمها. يبقى الاخصاب في اللحظة دي داخلي ولا خارجي? داخلي. الفرخة لما تخصبت حدفت الكاتكوت برة في بيضة فبقى تكوين الجنين? خارجي. خارجي. صح. طيب. اللي زي الفرخة مين? الزواحف. الزواحف. افتكر التمساح مثلا اعتبر التمساح واعتبر مثلا التعبان مش يقولك في بيض التعبان? بيض التعبان? طب جات ازاي البيضة دي? جات من التعبانة. جابتها ازاي? لما التعبان خاصة بالتعبانة. فجاب بيضة. فتكوين الجنين ماله خارجي. لكن الاخصاب كان فين? طب اسألكم سؤال. هو مين بيته اكبر? بيضة الفرخة? ولا بوايدة انسة الانسان? ولماذا? الفرخة. ليه? طيب. السؤال. هو الكاتكوت بيبقى جوه البيضة صح? كاتكوت. مين هيأكله? البيضة اللي موجود في البيضة. جدع. يبقى معنى ذلك البيضة بضعت الكاتكوت او الفرخة مخزنة ايه جواها? يبقى هي كبيرة عشان جواها غزاء. هم الفاكرين بوايدة الانسان في السؤال اللي نجيبته? شحيحة. المح. طب ليه بوايدة الانسة في الانسان و ليلة الغذاء? عشان ايه طيب? احتفظ بالجنين. ما هي اللي بيكون في الداخل ما بيخلاش البرد. صح عشان الجنين في بطنه امه وامه بتأكله وتشربه وتروعيه وتديله الغذاء من الحبل السوري والمشيمة. فمش محتاج يخزن غذاء. وصلت? يبقى ليه بوايدتنا? لما يجيلك سؤال بوايدة العصفور اكبر ولا بوايدة الانسان? لا يا عم العصفور. طب بوايدة العصفور اكبر ولا بوايدة الفيل? ولد. يا شوية بقر. الفيل زي وزينا. هو انا عشان عملت لكم ده الفيل وتحكت عليكم الفيل زي وزينا زي زينا عنده بوايدات. يبقى بيضة العصفور اكبر. ايه? ما هو السؤال هيجيلك مش هيقولك بوايدة الفيل هيقولك بيضة الفيل. هتروح انت تتضحك عليكي. ايه ده بيضة الفيل? فيه بيبيض? يبقى اكيد بيضته اكبر. هو قصده البيضة اللي هي البوايدة. وصلت? ما بيتقال عليها بيضة? ما بيتقال عليها بيضة. هتدرسها في النبات وديها تبقى مفاجأة صادمة بالنسبالك ان البوايدة في النبات مش هي المشيجي المؤنس. المشيجي المؤنس اللي بيتخصف فعليا هي حاجة يسميها البيضة. خليط البيضة. ما هو لفظ دارج ومتلخبط في المجتمع المصري. وحتى في الكتب عندنا عادي يعني. انت لازم تلك. هتعرفهم لما توصل للتكاصر في النباتات. وعايز اقول لك ان الانسان احنا معندناش البوايدة دي. اللي انت بتتفاكر اللي بتتحرر من من المبيض دي اسمها ايه? كل الناس تقول بوايدة. لا اسمها خلايا بيضية سنوية. ودي مفاجأة صادمة برضو قدام. تمام? يبركز معايا طيب. بصوا الجدول ده. انسان فرخة. حوت. ضفضع. تلقيح واخصاب? تكوين جنين. عايزين نقول داخلي وخارجي. ماشي? يلا. هنا الانسان تلقيح والاخصاب? ماشي. دال. دال دال. عمرك ما هتشوف دال دال تاني دي. غير في الانسان وبمين تاني زيه? ممكن الحود. الحود. بالزبط لانه من الساديات. ايه رأيك في الفرخة? تلقيح فين? خارج. خلاص. الضفضع. بيعمل ايه الضفضع? تقول لك هل حاجة? حط جنب الضفضع سمكة. عشان تعرفها. عارفين بيعمله ايه السمك? عارفين السمك بيعمل ايه? بيجي في المية. يرمي بويضاته. ويجي الزكور يرمي المحوانات المنوية. ومتعرفش مين ابني مين ومين ابو مين ومين خلف مين وكله عايش سبهلالة في الحياة. فيطلعوا يبقى تلقيح خارجي واخصاب خارجي وتكوين جنين ايه? خارجي. وصلت? طب انا انا انسوا الان بس جنين. يتغزى من الطبيعة بقى يقعد يأكل من السمك المية يتأكله يعني يلاقي غزاءه في المية. معرفش طبعا ايه طبيعة النوع الغزاء اللي بتغزى عليه يعني او بيكبر ازاي بس خلاص هو بقى كده. فهم الاتنين بيلقوا كل واحد حاجاته وما تدورش على ابو مين في ام مين في اي حال. في كان فيه كرتون السمكة نيمو ولا اسمكة ايه دي اللي كانت بتطلع? نيمو كانت ماشي مع امها كانت امها كانت امها نبي اسمكة ايه الممثلة اللي كانت بتطلع بصوت امها دي? عابلة كامل? عابلة كامل. اولا دي مغلطة علمية. محدش هيدور على امه في البحر. محدش عارف امه فين. فازاي كانت ماشي مع امها اصلا. خلاص? لو خدوا احياء ما كانوش عاملوا العاملة السودة دي. اتفهمت? اشوفكم بقى الاسبوك جاي. ماشي ابطال انتو كده معاكم محاضرتين اترافة في محاضرة امبارح محاضرة النهاردة. المحاضرة بدعت امبارح. ايه? ان شاء الله يعني ممكن اريحكم الاسبوك الجاي وناخد حاجة شاملة شوية بعدها. ايه رأيكم? رايح ولا ناخد? ايه انتو تموتوا في التريح ماشي. طيب انتو ذكروا بس اللي عليكم ذكروا.